ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تمكنت أخيرا هتان الشابتان اليفعتان الشجاعتان عاقدتي العزم على الحصول على تأشيرات إنسانية إلى دولة ثالثة ولم يعلن عن موقعهما حماية لسلامة الشقيقتين المعروفتين إعلاميا بإسمي ريم وروان وتعيش شقيقتين دوء 18 والعشرين عاما مختبئتين في هونغ كونغ منذ سبتمبر الماضي وكان يتحتم أن يغادر بحلول الثامن من أبريل بحسب موعد نهاية حددته سلطات الهجرة وأشار المحام إلى أن الشقيقتين لا يمكنهم العودة إلى المملكة العربية السعودية نظرا لارتدادهما عن الإسلام وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام وقال فيدلر إن الفتاة هربت من عائلتهم أثناء قضاء عطلة في سيرلانكا وتوجهت إلى هونغ كونغ قبل ستة أشهر وكانت تأملان في استقلال طائرة إلى أستراليا نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر